المشاهد اللي بنشوفها الأيام دي الحروب، الدمار، الأطفال اللي بتتعرض لجروح صعبة جداً وسعاد يعني خلاص بتفارق الحياة وبتبقى صورهم في التلفزيون، سوشال ميديا الكلام ده كله إزاي أنا أقدر أفسره للطفل علشان يفهمه ويستوعبه؟ أولاً أنا بحيل حضرتك وبحيل كل اللي عامين في القناة وتحياتي لفخامة الأنباء إبرام الأنباء إرمية الأنباء؟ الأنباء إرمية إرمية وليه لكل العاملين يعني كل في الكنيسة طبعاً أنا سعيدة جداً أن أنا جاية لك هذا ودي حاجة تسعيدني حضرتك تناولتي موضوع صعب جداً وده الجاري على الساحة دلوقتي الحرب في فلسطين وغزة بالأخص طبعاً بنشوف مناظر صعبة جداً صعبة جداً نقدر نتحملها موضوع الحرب موضوع يفوق التحمل مش للصوير إحنا نفسنا ما بنقدرش نستحمل كبير نفسه مش قادر يتحمل صحيح فكيف يكون هذا الطفل هذا الطفل البريء اللي ما عندوش أي خبرات ولا أي معلومات في الحياة غير اللعب غير الحب غير طبعاً عاملها صعبة صعبة جداً طب إحنا دورنا إيه كأسرة أو كأم أو أب أو اللقائبين على الرعاية في هذه الأحداث الجارية الأحداث الصعبة جداً تحملها طبعاً عشان أقول الكبير خلي بالك وركز مع ابنك هو برضو بالنسبة له صعب وكده كده هيتعرض في وقت من الأوقات أنه هو يشوف منظر طفل في حالة صعبة أو طفل يعني فرق الحياة مشاهد والله مشاهد إزاي أفصرها للطفل مشاهد صعبة جداً يعني بشوف أطفال أبريع طبعاً الطفل قبل سنة ثمان سنين ومش فيهم حاجة صحيح ومش أقدر فيهمه حاجة فكل اللي أنا أعمله إن أنا بديله حاجات تلعب بيها إيه ده يا ماما مش إيه ده موحب فيش حاجة لأ لأ حاجات كالر ألوان يوعد يلون قصص قاعد أحكيه له طبعاً هتقولي الجو مش مساعد على الوضع ده لأنا نحاول نركز مع أطفالنا لأن كفاية المعاناة اللي بيشوفوها كفاية الرعب والفزع اللي هما شايفينه يعني أنا بقول في تربية الطفل الطفل ما جاء الطفل ده أو أي فرد أو أي طفل صغير أو أي بني آدم مكوم من خمس جوانب جانب عقلي جانب جسمي جانب وجداني أو الفعالي أو عاطفي ده كل جانب واحد جانب اجتماعي جانب روحاني أو عقائدي وأنا بوجه الطفل ده بوجهه من خمس جوانب ده في الأيام العادية ده في الأجواء العادية ده في التربية اليومية العادية بقى مش بنتكلم في الحرب أنا بنتكلم في الأيام العادية فأنا بوجه الطفلي يعني تربية التربية توجيه متابعة بلحظة ترجمة نانسي قنقر